الحال يا دولا الحال يا دولا أمي بعديت للتليفاكس يا دولا طب والتليفاكس ده اتكسر منك يعني وانت جاي في السكة عشان كاي بتعايد؟ لا يا دولا انا بعايد بسبب التليفاكس يا وقفلك في زورك يا اشرب شوات ماء يا دولا انا مهما شريدت صغير انا مهما عليك مش فوق مهما يا رمزة هتتغير مش هانسى ان انا محنوق اللي تغير قلبك انت اصلك واخد عن نسيان طب مخصوملك ست ايام ليه دولا؟ نفس الوزن عن نسيان ست ايام وعارف كمان مخصوملك عشر تيام لا على فكرة بقى ديان يا دولا بقى مش على نفس الوزن بقى علشان كده كسرت القفلة القفلة؟ ده على اساس انها قصيدة كهربائية يعني اي كلام بتقوله طب بتعيت ليه دلوقتي بتعيت ليه؟ امي امي اللي في مقام والدتي يا دولا وطول عمري بجاملها اقول لها يا ام يا سلاة يعني هي كانت الاول مرات عمك ومع الاقدمية بقيت امك يعني ولا ايه؟ لا يا دولا هي امي من زمن قوي بس بس هتتجوز يا دولا هتتجوز وتصيبني يا دولا هتصيبني يا دولا هتصيبني أنا أنا هتصيبني يا دولا يعني أنت زعلان دلوقت عشان هي هتتجوز؟ لا يا دولا أنا زعلان عشان هي أتبيع البيهيمة سونيا البيهيمة سونيا؟ يعني أمك اسمها رمزية والبيهيمة بتاعتك اسمها سونيا ده إيه التفريقة دي؟ يا دولا البيهيمة سونيا دي هي اللي ردعتني وهي اللي ربيتني إن كانت دايماً بتحميني بلسانها الجموسة بيتحميك بلسانها؟ ده إيه النضافة اللي أنت فيها دي؟ وبعدين هي اللي ردعتك طب ده حاجة كويسة وعلى كده بقى انت ليك إخوات في الرضاعة يا رمزي يا دولا أنا كل البهايم اللي في البلد إخواتي في الرضاعة بس على كده هتبقى مشكلة كبيرة أو أنك مش هتعرف تتجوز أي حد من البلد كلهم إخواتك في الرضاعة أقول لك بص ممكن تتجوز من أي بلد تاني أو سوق الثلاث يلا مليان بهايم كده يا دولا وأنا عند دماغ بقى عاد أفكر في الجواز والكلام ده وأنا الدنيا تلاقي والله يا صراحة يا رمزي أنا عمري ما هلاقي زيك يعني وأمك هتتجوز مين بقى؟ أبو سونيا؟ لا يا دولا أبو سونيا على الله رحمه من زمان وقع في السقية أمها تتجوز دلوقتي جليتها طب وانت زعلاني إنها تتجوز ما سيبها يا عم تتجوز سيبها تتجوز وتفرح بشبابها أو تفرح بشبتها طب يا دولا أنا دلوقتي أعمل إيه طيب؟ تعمل إيه؟ بص يا سيدي روحت لنا بقى اتنين كشري يا حاضر دولا حبيبي بقولك يا دولا يا ابن عمي يا حبيبي أنا دلوقتي عايز يعني أجيب البهيمة سونيا أقوم فرش لها هنا هون في المخزن وتقعد بقى هنا هون كده علشان أرجع أنام في حضنها تاني وأشعر بالحنان من تاني يا دولا عارف هذا رمزي لو جبت الجاموسة دي بس من قدام باب البزارة عارف هاعمل إيه؟ مش هتقدر تمدي إيدك عليها طول ما نعايش يا عادي لا سيدي بتعلي صوتك عليها يا دلقتلك يا إلا إلا أحترم نفسك دولا ممكن لبلغ بتوعنا كده يجيوا يضربوها بالنار لا يا دولا الأول لا يا دولا يا لأ خلاص pulp بغادرة يا رمزي يلا خلاص لم قدوريا يا رمزيiyor يا رمزية كده يا جاواميزين يا دولا Thursday يا يا دولا ولا أله يا دولا يا دولا ولا أله يا دولا يا دولا يا دولا أيها أمو رمزي دلوقتي اعمال بيكسر في البازار وعامال بيكسر في التماثيل ومتمارمخ في الأرض وعامال بيعاية ايوه يا ستي رمز ابنك وانت عندك ولاد غير رمزي فبقنا انتشف في العيلة وراسا ايوه ايوه انا عادل عادل امام هيكلمك لي يا ستي انا عادل ابن عم رمزي ماشي ماشي امو رمزي مستنيك مع السلام مع السلام يعني انا عايزة افهم دلوقتي انت ايه اللي حشرك في الموضوع ده اصلا موضوع معناوي عائلي انت مالك بتتدخل ليه بتتدخل ليه ايه يا رانيا يا رانيا رمزي مدمر البزار انا مش فاهم ايه اللي عامله ده وكل الدوشة اللي عاملها دي عشان امها هتتجوز وفيها ايه لماما وتتجوز ليه يفقد دام ساعدتها واستقرارها الله 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 ايه حكايتك يا ماما شكلك بتشاور عقلك على العريس ولا ايه وفرد يعني يعني فيها ايه يعني لا انا مفردش البلا قابل وقوعه ده عشان ابليس في الجنة يا عادل ما تخافش دي كلها اوهام وعمرها ما هتتحقق يا جماعة انتوا اصلكم مش فاهميني انا مضطر اجاري رمزي في حكاية الجموسة دي لانه بجد اعصوا انا اول مرة شوفوا كده ده كان هيتهجم علي طب بابا ما تيجي نشتري الجموسة دي ونحطها عندنا في البلكونة تصدقي ممكن دي تبقى فكرة كويسة جدا ناخد منها اللبن بقى ونحلبها ونعمل منها جبنة ونعمل منها زبدة ونعمل منها قشطة وننفس بقى السوبر ماركت اللي تحت يا ياسميني يا حبيبتي الجموسة مش من الحيونات اللي تتربى في البيت يعني هي مختلفة تماماً عن الأرنب والفرخة والأسد يا بابا، أجيب لي أسد عايزة أسد؟ حاضر يا حبيبتي، أعادي إن شاء الله على المحل بتاع الأسود أجيب لك أسد صغير كده أعايزة أسد لونه إيه؟ أخدر أخدره، فيونك من فوق؟ ياريت ياريت عارف يا عادل، الحل الوحيد لمشكلة رامزي إنك تخليه نفساً على الجموسة معقولة يا رانيا، يعني هي نفسن على الجموسة إيه؟ خليها مثلاً تاكل برسيم بتاعه حليكوهاية بس إيه، إنت تتجيب الجموسة عندك في البزار وتقعادها وتربيها وتدلعها وتهننها فالواد رامزي بقى إيه؟ حيغير منها جداً وما هيصدق حقوم واخدها كده ومش بعيد أو يتبعها ويوزع لحمتها بصي إيه يعني هو رامزي غابي آه بس مش لدرجة إنه ينفسن على جموسة ينفسن على جموسة الجواز يا ابني، حق علينا؟ أيوان يا أمه والحق لازم يرجع لصاحبه أيوان الحق والحق حبيب الله حققوا علي أنتوا اللي اتنين، خلصونا هتعملوا ايه في موضوع الجموسة سونيا دي؟ شوف يا رامزي، أنا لازم أبيع سونيا دي، علشان أنا لازم أشوف مستقبلي أيوان يا أمه، ما أنا عارف يعني أن انت لسه في براعيم الشباب لكن برضك يعني ما تنسيش أن سونيا دي، أياما شالتك يعني، أياما كناستلك الدار وياما زغطتلك البط وياما حطتلك كمادات لما كنت بتسخلي ده إيه الجموسة العجيبة دي؟ أنتوا جايبينها من السيرك ولا إيه؟ إيه وأمه كان بتشتغل في السيرك الدبلوماسي بس هو، لو جالت للطفان، حط سونيا تحت رجليك ياما بص، إسماعي بقى، أنت لو رميت سونيا دي، أنا هاجئ أولع في محصول الزبالة اللي أنت زرعين إنتوا زرعين زبالة؟ ما شاء الله، زرعين إيه بقى صفايح فضية مثلاً وأزاي الزيت فضية؟ اسكت أنت يا دولة بدأت بص، والله العظيم لساني يطولك بلفظ نابي لا أنا آسف يا أستاذ رمزي، تفضل، إخلص، عشان أمك موجود أخلص يعني أنت اللي مزعالة، حكاية البهمة سونية؟ أيوان يا أم، بص بقى، يعني ما هو بصراحة يعني ما أرضيش ربنا إحنا نرمي سونيا بعد العمر ده كله، وبعدين إحنا لازم يعني أحافظ عليها، لأنها بمثانة أمي مسانة أمك؟ هو أكيد الحالة بوت بقى بص يا دولة والله العظيم لو مسكت بص، إيه دي هتطولك بالشلوت؟ إيدك بالشلوت على أساس أن أنت ماشي بأربع رجلين، اتفضل أنا آسف، آسف طب إنت إيه رأيك يا رمزيزي؟ هاي، رمزيزي التاني ألا إحنا رأيك أن إحنا ناخد البيهيمة سونيا ونحطها مع البيهيمة ميمي والبيهيمة في 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 الزريبة بتاعت جلاطة أسفاً متأسفاً يا أمه، مش موافق، إلا إذا هي اللي طلبت كده وهي هتطلب كده إزاي؟ يعني هتفتع عليها الزريبة تلاقيها محضرة الشنطة بتاعتها؟ إن هي مش هترضى إلا لما تقنحها أنتك خلاص يا أمه، ما تزعلش نفسك، من العين دي قبل العين دي، أنا هكلمها في الموضوع دي وجاب لك إيه كمان يا أختي؟ وجاب لي من كاش أكنس بيه وافرت بيه شعري أصل أنا حناته ده بالفس يعني تاس؟ إحنا ما عندناش في بلد حتى بيرب تيوس آه ويخت جلاطة ده شافك فين ولا عرفك فين؟ أقولك أصل هو تقدم لي قبل أبو رمز ما يتقدم لي سنة مفاحته الكنال وكان يمشي يزعق في الباد وقول يا رمزية أنت فن يا رمزية وحشتيني يا رمزية على إيه يا أختي؟ إه اللي على إيه؟ ده أنا أحلى واحدة في كفر الدبانة طيب أهم حاجة بس يا رمزي عملتوا إيه في موضوع الجموسة سونية دي؟ أنا شيعت جبهة في عربية نص نقل وجلاطة أصرصر إنه ما يخدش مني ولا ملين في النقلية دي آه يا سلام طيب بعد ما تجيبوها بقى بالعربية النص النقل يعني هتحطوها فين دي؟ ما أنت عارف بقى أهو رمزي لما قلنا له يروح يوعق جنب الجموسة مرضيش وقال لأ أنا أقعد جنب أكل عيشي لحسن حدي ياكله ويلقطه مني حطوها في بير السلم ما حطوها في بير السلم؟ آه، وبالمرة تحرص لنا العمارة بدل الكلب جرأي يا رجل أنت أنت أطلقات في موقعك ولا إيه؟ هو فيه جموسة بتحرص عمارة؟ يا سلام هي دي اللي وفت في زورك يعني تم كانت من شوية هي اللي بتكنس الدار وهي اللي بتزغط الباطن يا سلام هي دي اللي خالص